أعلنت الوكالة الألمانية للتعاون الدولي بمصر عن تنظيمها فعالية لمناقشة التحول الحضري العادل في مصر وتسليط الضوء على مفهوم المدن الشاملة والمريدة كجزء من الشراكة المستمرة بين مصر وألمانيا والاتحاد الأوروبي يأتي هذا المؤتمر كنتاج تعاون بين ثلاث مشروعات تابعة للوكالة وهي مشروع بناء القدرات من خلال تطوير البنية التحتية في المناطق الحضرية والبرنامج الوطني لإدارة المخلفات الصلبة ومشروع تكافؤ الفرص والتنمية الاجتماعية الممولين من الاتحاد الأوروبي والحكومة الألمانية طبعا نهاردة بنتكلم على المؤتمر الليحن فيه النهاردة هو بكورة نجاحات السندوق التنمية الحضرية أو نقول مصر عمتا مصر للوزارة التعاون الدولي ووزارة الإسكان سندوق التنمية الحضرية مع الجانب الأوروبي والاتحاد الأوروبي ووكالة التعاون الدولي الألمانية هنا بنتكلم على أننا عملنا معهم مشروعات كتير جدا في الفترة اللي فاتت مبادرات اللي هي بي اي بي البي دي بي البي سي وي اي دي كل دي مشروعات تمت ما بينهم على مدار السينوات اللي فاتت سعيد بتواجدي هنا نحن نتعاون مع الحكومة المصرية منذ سنوات في مجال تطوير المناطق غير الآمنة والامتداد الحضاري وهؤكد أننا نجحنا في إنقاص حياة الآلاف من المواطنين بالقضاء على المناطق غير الآمنة بل وتطوير ورفع كفاءة مناطق أخرى في العديد من المحافظات ومنها الصعيد وخلق مجتمعات حضرية جديدة نحن مستعدة اشتركوا في القناة